أكد رائد المناخ لرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف الأمم المتحدة لتغير المناخي كاب واني سيفن محمود محدين ضرورة تحقيق التناغم بين أهداف التنمية المستدامة والعمل المناخي مما يسهم في حال المشكلات الحالية المتعلقة بالأمن الغذائي ونقص الطاقة علاوة على مواجهة التحديات المستقبلية جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها بالجلسة الحوارية التي نظمتها مجموعة القدرات الأفريقية للمخاطر التابعة للاتحاد الأفريقي بعنوان الطريق إلى قمة المناخ وما بعدها وأضف محدين أنه يوجد العديد من الفرص الواعدة بمجال العمل المناخي بأفريقيا مشيدا بالتقدم الذي أحرزته عدد من الدول الأفريقية في مجال الهايدروجين الأخضر تحديدا